في المواقف اللي زي دي وكنت بقولي الكلام ده من أول ما الأولمبياد خلصت وهقولها تاني عمرنا كلنا لا جماهير ولا إعلاميين ولا متابعين نيجي على أبطال دول أبطال كلهم أبطال اجتهدوا وتعبوا وشئيوا هم وأسارهم دول عمرنا ما نيجي عليهم أبدا أبدا دايما مشرفيننا مجرد مشاركتهم شرفيننا ونحترموا جدا لما بنيجي بنيجي على مين على اللي مخططش صح اللي مداش الدعم صح اللي مساعيش صح سادة المحترمين رؤساء الاتحادات في الألعاب المختلفة على مستوى الدولة فإحنا كلنا شايفين أنه الدولة طول الوقت تدعم رياضيا تدعم معنويا تدعم مديا تدعم طول الوقت طول الوقت السادة بقى رؤساء الاتحادات هل هذا الدعم يتحول لدعم لأبطالنا ولا لأ قلت إنه مش من المفترض إن إحنا نصطبك الأحداث يعني إيه نصطبك الأحداث يعني ممكن رؤساء الاتحادات يطلعوا يقولوننا والله إحنا عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فنقطة نعفة نقول خلاص والله كان سوء التوفيق والحظ بس هو اللي ما كانش معانا وارد ممكن صح كده بس كل المؤشرات بتقول إيه منيع مثلا طرع قالك إنه أنا مكنت شعرف أكسب مع الاتحاد اللي أنا فيه ده عمر عصر طرع قالك إنه رئيس الاتحاد جايب قريبه فما كانش فيه تنصيق جايب في المعسكرات نهار ده فريدة عثمان بتقولك اتحاد السباحة ما ساعدهاش وضحك عليها من الآخر يعني أو يبدو إنه هو ضحك عليها وقال لها أنت هتبقي معنا وفي الآخر ما طلقتش معاهم فكل الأمور بتقول إن إحنا عندنا قصور واضح في الاتحادات بتاعنا في الألعاب المختلفة مش كله بس الأغلبية العظم يعني لو كنا بنهاجم وننطقت دائما اتحاد الكرة في كثير المواقف فالبقائيين مستخبيين هتش حاسبيهم هتش ياخد بالوا فالواضح إن المصائب هناك أعظم بكثير من اللي بيحصل في الكرة ودلوقتي أبطالنا طلعين وبيكشفوا الحقيق واتحاداتنا بلجنتنا الأولمبية ما حدش فيهم بيقول لنا إحنا ليه خدنا ثلاث مديليات بس لحد دلوقتي هتقول لي ده لسه من يومين مخلصة الدنيا خلصانة عادة علمونا في الإعلام كده عادة عادة الرواية الأولى تصدق يعني إيه يعني لو حرك في دلت متأخر وأبطالنا دول تلعو قال وكل حاجة كلنا هتصدق الأبطال الرواية الأولى تصدق اللي تكلم الأول فممكن أنت بعد كده تبقى عايز توضح حتى لو توضيحك صحيح مش الناس كلها هتصدقك فلحق نفسك وبصراحة كده شابقين معاك يعني لا إعلام ولا جماهير ولا ناس بتحب بلدها هتقبل أو تسمح إن إحنا ننسى انت مش بتعود على كده قل لك يا عم شوية هيعودوا يتكلموا كلهم ويعودوا يسرخوا كلهم وهو الناس هتنسى لا يا عم مش هننسى منحب بلدنا وعايزين بلدنا في أعلى أعلى مرتبة ممكنة وعايزين أبطالنا اللي تعبوا واكتهدوا وشئيهم وأهليهم ياخدوا اللي يستحقوا فإحنا هنا دورنا إن إحنا نقول يا جماعة في أبطال كتير اللي كانوا يستحقوا أفضل وما هخدوش اللي هم عايزينه دعم ده بقى ممكن يبقى دعم مادي ممكن يبقى دعم معسكرات ممكن يبقى دعم نفسي ومعناوي ممكن يبقى دعم من أي نوع يبدو أو مش يبدو يقينا كان فيه تقصير تقصير ده بقى عايزين نعرف كم من مين سهلا ونطلع ونعتزل ونقول يا جماعة احنا أخطأنا وحنا نكونوا مقفونا نعمل كذا وإحنا اللي جاي هيبقى أحسن عشان كذا وكذا 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 هنعمله ببساطة يعني سلايته فييدة عثمان ده هي حاجة تنور نور جامد يعني نور شديد يعني لكل المخطئين والمقصرين ولما بيحبوش الخير لبلده ببساطة شديد